نذهب إلى الدكتور عبدالله الخالدي دكتور عبدالله أيتم وطالبتم في مجلس الشورى إنشاء مقترح هيئة للجمعيات والمواصلات الاهلية لماذا وماذا سيحقق ذلك وما الفرق بينه وبين الواقع على الأرض اليوم؟ نعم بداية أشكر لك هذه الاستضافة وأشكر لك هذه الموضوع الحيوي المهم الحقيقة يعني مجلس الشورى كأحد الجهات التشريعية في الدولة رأت أن القطاع الثالث وما يسمى القطاع الثالث إلى الآن يعتبر مفاهيم الحديثة لأن أي دولة في العالم لها ثلاث قطاعات القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الثالث والقطاع غير ربحي والذي يمثل جميع المنظمات والمؤسسات والجمعيات والأنشطة الخيرية والمدنية والحقوقية أيضا الغير ربحية عدل جمعيات مملكة أكثر من ألف جمعية ومؤسسة غير ربحية يعمل فيها أكثر من مئة ألف موظف وموظفة سعوديين فيها أكثر من عشرة ألاف متطوع فقط في مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية هناك جامعات مستشفيات مؤسسات الكثير من الخدمات التي يقدمها القطاع غير ربحي في كافة فئات المجتمع يحظى بأيضا رقابة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لكن هذا القطاع الثالث لا يوجد له مظلة نظامية أو تنظيمية مستقلة تماما وهذا ما اقترح مجلس الشورى وتم إقراره من مجلس ورفع المقام السامي يتعلق بإنشاء هيئة مستقلة للجمعيات والمؤسسات الغير ربحية يترتبط ارتباط تنظيم مجلس الوزراء يساهم في تمكيل القطاع من ناحية الأنظمة والسياسات يمكنه في بناء القدرات أيضا يمكنه في الدعم المجتمعي والاسدامة المالية ويساهم بشكل فاعل ومؤثر كما هو هذا القطاع في معظم دول العالم في كافة مجالات الصحة التعليم والإسكان كافة المجالات الاجتماعية والتنموية القطاع الثالث هو رافض مهم جدا بل هو مشغل كثير من خدمات التي تعاقد معها الدولة في تقديم الخدمة وهو ما يسمى الاستثمار الاجتماعي في كثير من دول العالم فقط إذا تحدثنا الجزء عن الولايات المتحدة مثلا 59% من المستشفيات التي في الولايات المتحدة الأمريكية هي يشغلها ويملكها القطاع غير ربحي فقط 15% يملكها القطاع الحكومي الجامعات في أمريكا أكثر من 467 مليار دولار هي أصول وإرادات وعوائد الجامعات الغير ربحية في الولايات المتحدة الأمريكية في المملكة العربة السعودية هناك تجارب جيدة جامعة الفيصل جامعة عفة مستشفى الأمير السلطان أو مدية أمير السلطان للاتخدمات الإنسانية كل هذه تعتبر مؤسسات غير ربحية ولكن هي تظل تحتاج إلى تمكين وتحتاج أيضا إلى تطوير وبناء قدرات العاملين حتى نستوعب هذا القطاع ويكون رافض مهم ومؤثر وفاعل في التنمية لا نريد أن نعول عليه كثيرا في الماضي أو نحاسب لأن المسؤولية توازي المسائلة في الإدارة وبالتالي يكونوا جزء من وزارة العامل والتنمية الاجتماعية في الوقت الحالي أو وكالة في وزارة العامل والتنمية الاجتماعية إضافة لذلك لم يكن شريك أو مشارك في صنع الخطط الخمسية في الفترة الماضية وبالتالي لا نستطيع أن نسائله عن قياس الأثر سابقا أو نسائله عن العائد من الاستثمار الاجتماعي أو كيف نقيس العائد من التبرعات التي تصل لهذا القطاع وإن كانت في حوكمة فيها القطاع أن كل جمعية أو مؤسسة غير ربحية تعين عليها محاسب قانوني يعينها وزارة العامل والتنمية الاجتماعية وتتحمل وزارة أيضا تكاليف هذه المكتب المحاسب القانوني حتى يتمتع بالاستقلالية ولا يكون هناك تعارض مصالح مع تلك الجمعية وبالتالي نطمئن الجميع أن كل أموال التي يتبرعون فيها القطاع الخيري هي تصل إلى المستفيدين منها ولكن دورنا اليوم هو كيف نؤسس لقطاع ثالث إيجابي يساهم في تحقيق رؤية المملكة عشرين ثلاثين هذه الرؤية الملهمة اللي وضعت القطاع جزء من أولويات هذه الرؤية رفع مساه همت هذا القطاع من واحد إلى خمسة بالمئة هذا شيء إيجابي جدا بناء قدرات القطاع وبالتالي نتفائل إن شاء الله بمستقبل مشرق من هذا القطاع وإن شاء الله ترى هذه لاقي النور في القريب بإذن الله لتكون رافض في عملية التنمية حبيتها بس كنت بعرف الفرق بين لو كانت موجودة وغير موجودة بس ما جاوبتني بدقة على هذا الموضوع لذلك إن شاء الله تجاوبني بعد شوي بس خلني أرجع